هذه أبرز العناوين الزلزول يضع شرطا أمام تشافي للاستمرار مع برشلونة أخيرا نادي النعيم لاقي يقرر إنقاذ المغرب حكيم زياش من جحيم تشيلسي باير ميونيخ يسعى للتعاقد مع بونو خلال المركات الصيفي الحالي مقابل حوالي 13 مليون يورو والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس الزلزول يضع شرطا أمام تشافي للاستمرار مع برشلونة كشفت صحيفة دياريوسبور الكتالوني المتخصصة اليوم أن الدولي المغربي عبدالصمد الزلزولي وضع شرطا واحدا للاستمرار برفقة الفريق في الموسم المقبل ووفق للصحيفة فإن الرحيل المرتقب للفرنسي عثمان ديمبيلي إلى باريسان جرمان عزز من موقف الزلزولي داخل الفريق الكتالوني وشددت الصحيفة على أن الزلزولي الشرط أن يكون لاعبا أساسيا يعتمد عليه في مباريات الموسم المقبل أو الرحيل صوب فريق أخر وسيكون تشافي في حال رحيل ديمبيلي سيكون بحاجة ماسة إلى لاعب أخر في مركزها وبالتالي هناك إمكانية كبيرة للاحتفاظ بالزلزولي يذكر أن الزلزولي البالغ من العمر 21 عاما اندم إلى برشلونة منذ صيف 2021 قادما من صفوف هيركوليس أخيرا نادي عملاق يقرر إنقاذ المغربي حكيم زياش من جحيم تشيلسي كشفت تقارر إعلامي أن آيكس مستردام الهولندي يبدأ اهتمامه بالتعاقد مع الدولي المغربي حكيم زياش وإنقاذه من عطالته مع فريق تشيلسي الإنجليزي ووفقا لسبئ سبور الهولندي فزياش مطلوب للعودة لللاعب في آيكس في الفترة المقبلة لكنه مطالب بتخفي دارات به المرتفعة وأورد المسترداته أن آيكس سيلقى منافسة قوية من فريق سعودية يتطلع للتعاقد مع اللاعب المغربي حيث يسعى كل من الأهل والشباب لنيل توقعه في فترة الانتقالة الصيفية الجارية ويعيش زياش وضعا صعبا مع تشيلسي إذ لم يلعب مبارية كثيرة الموسم الماضي وتمسي بعده من معسكر الفريق بحكم أن المدرب موريسي بوكيتينيو لم يدرجه في القائمة النهائية تجدر الإشارة إلى أن صفقة انتقال زياش إلى النصر السعودي باءت بالفشل بعد حديث عن فشله في الفحص الطبي في حين ذهب التقارير الأخرى إلى أن الراتب هو أساس عدم اتفاق اللاعب المغربي والفريق السعودي وقبلها في المركات الشتوي لم يتمكن من الانتقال إلى باريسان جرمان الفرنسية لأسباب إدارية باير ميونيخ يسعى للتعاقد مع بونو خلال المركات الصيفي الحالي مقابل 13 مليون يورو ذكرت تقارير الصعفية أن نادي باير ميونيخ الألماني يسعى للتعاقد مع المغربي ياسين بونو حارس مرمائش بيليا الإسباني خلال المركات الصيفي الجري ووفقا لشبكة سكايسبور إيطاليا فإن باير ميونيخ يحاول في الفترة الحالية ضمح معارين الأسود بديلا لحارس هين سومر وكشف ذات المصدر أن النادي البافار يرغب في التعاقد مع البالغ من العمر 32 سنة مقابل حوالي 13 مليون يورو في انتظار رد إداري النادي برشلونة في انتظار رد إدارة النادي إشبيليا وكانت سكايسبور قد أكدت وجودة صلاة رسمية ستجرى خلال الساعات المقبلة بين إدارة الناديين لانتقال بونو للصفوف البايرن يشار إلى أن بونو انضم إلى إشبيليا في عام 2020 قادما من جيرونا مقابل 3 مليون يورو حيث يمتد تعاقده مع النادي الأندلسي حتى يونيو 2024 وليد راقراج يحضر مبكرا لمعسكر شتنبر المقبل يجمع الناخب الوطني وليد راقراج خلال الأيام القاللة المقبلة مع فوز القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية لمناقشة برنامج التجمع الإعداد المقبل لمنتخب الوطن الأول المقاررة في شهر جتنبر المقبل وكشف مصدر من داخل الجامعة المغربية لكرة القدم لجريدة الصحراء المغربية أن الاجتماع سيشمل الحديث حول ملفات عدد من اللاعبين المغاربة مزدوج الجنسية والذين يسعى لضمهم للمنتخب الوطني ومدى إمكانية ذلك سيما أن جامعة الكرة شرعت في فتح قنوات التواصل معهم لإقناعهم باللاعب لمنتخب أسود الأطلس وتشمل قائمة اللاعبين الذين باشرت جامعة الكرة التواصل معهما كل من أمين عدلي لاعب بايرل بيركوزنا الألمانية الذي من المرتقب أن يعز قائمة الأسود في معسكر شتنبر المقبل فضلا عن محمد عليشو لعب ريالس صدد الإسبانية وإلياس بن صغير لعب مونكو الفرنسية وفي سياق متصل منح وليد ريجراجي مهلة أخيرة لإبراهيم دياس لعب فريق ريال مدريد الإسبانية من أجل حسم موقفه وتحديد المنتخب الذي سيدافع عن ألوانها وفددت المصدر أن ريجراجي كان صريحا مع دياس الذي يتردد في حسم اختياره بين اللاعب للمنتخب المغربي أو الاستمرار في حمل الألوان الإسبانية وينتظر انتشهد قائمة المنتخب الوطني المقرر اعتمادها من طرف الناخب الوطني لتجمع شهر شتنبر حضور عدد من الأسماء الجديدة التي يسعى الناخب الوطني لمنحها الفرصة لتمثيل أسود الأطلس علما أن وليد ريجراجي يسعى لضم أسماء تألقت رفقة المنتخب الوطني الأولمبية المتوج بلقب بطولة أفريقيا لفيها تأقل من 23 سنة التي أقيمت في المغرب والتي شهدت كذلك انتزع منتخب الأشبال بطاقة المشاركة في نهاية كرة القدم لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 يذكر أن تجمع شهر شتنبر المقبل سيشهد خوض المنتخب الوطني مبارتين دوليتين إحدهم إعدادية ستجمعه بمنتخب بورك نافاسو يوم الثاني عشر من شتنبر بمدينة نيسا الفرنسية والثانية رسمية ستجمعه بمنتخب ليبيريا بمدينة أغادير لحساب الجول السادس والأخير من التصفية القارية المؤهلة لنهائية كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها مطلع السنة المقبلة في الكودفور سيس أتمنى تأهل السد والوداد للدور ربع النهائي من البطولة العربية أعرب غانم رومان سيس لعب السد القطري عن رغبته في تأهل فريقه إلى جانب الوداد الرياضي إلى الدور ربع نهائي لكأس الملك سلمان للأندية الأبطال وقال سيس خلال الندوة الصعفية التي تسبق مباراة فريقه أمام أهل طرابلوس الليبي تنتظرنا مقابلة صعبة والفوز مهم لنا وأهل طرابلوس لديه والآخر فرصة التأهل ونحن تكفينا نقطة واحدة للصعود لكن يجب أن لا نعتمد على هذه الفرضية لأن هدفنا هو الفوز وصدارة المجموعة وأضاف الدولي والمغربية أتمنى الصعود السد والوداد المغربي إلى ربع نهائي كما أنني أعتز بفريقي الوداد وراجاء وبمشاركتيهما وأتمنى له موافر التوفيق في البطولة ويواجه فريق الوداد الرياضي يوم غدين الأحد الهلال السعودية فيما يقابل السد القطر منافسه أهل طرابلوس الليبي لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية هذه أبرز العناوين الزلزول يضع شرطا أمام تشافي للاستمرار مع برشلونة أخيرا نادي عملاق يقرر إنقاذ المغرب حكيم زياش من جحيم تشيلسي باير ميونيخ يسعى للتعاقد مع بونو خلال المركات الصيفي الحالي مقابل حوالي 13 مليون يورو